موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم نبدأها من صحيفة الديلي تيليغراف التي نشرت مقالا بعنوان الأسد متهم بدعم القاعدة من خلال صفقات نفط سرية قالت فيه رئيس النظام السوري بشار الأسد مول وتعاون مع تنظيم القاعدة في لعبة معقدة مزدوجة حتى مع محاربة الإرهابيين لدمشق وذلك وفقا لدعاءات جديدة من قبل أجهزة المخابرات الغربية إضافة إلى متمردين ومنشقين عن القاعدة المتمردون والمنشقون قالوا إن النظام أطلق عن سابق إصرار معتقلين متشددين من أجل تعزيز صفوف الجهاديين على حساب قوات المتمردين المعتدلة والغاية من ذلك هو إقناع الغرب أن الانتفاضة ممولة من قبل متشددين إسلاميين من بينهم القاعدة كطريقة لوقف دعم الغرب لها إدعاءات المصادر الاستخباراتية الغربية التي رفضت الكشف عن هويتها هي في جزء كبير منها رد على مطالبة الأسد بتغيير الحديث في محادثات السلام المزمع عقدها في سويسرا من تنحي حكومته إلى التعاون ضد القاعدة في الحرب على الإرهاب يقول المصدر الاستخباراتي تعهد الأسد بضرب الإرهاب بيد من حديد لا يعد مجرد كونه نفاقة ووقاحة في الوقت الذي يسرد فيه قصص الانتصار في الحرب ضد الإرهاب فإن نظامه يبرم الصفقات لخدمة مصالحه الخاصة وضمان بقائه المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها أجهزة الأمن الغربية تفيد بأن النظام بدأ بالتعاون بنشاط مع هذه الجماعات مرة أخرى في ربع 2013 حيث بدأت في تمويل عملياتها من خلال بيع النفط الخام نظير مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات وأضاف الناشط الذي يدعى مازن لم يكن هناك أي تفسير لإطلاق سراح الجهاديين رأيت بعضهم يدري مقابلات على شاشة التلفزيون السوري متهمين بأنهم من جبهة النصرى وأنهم قاموا بوضع السيارات المفخخة لقد كان ذلك مستحيلاً حين كانوا في السجن معي في الوقت نفسه الذي ادعى فيه النظام حصول التفجيرات لقد كان يستخدمهم للترويج لحجته بأن الثورة كانت من صنع المتطرفين هؤلاء الرجال بدأوا بصورة تدريجية بالاستيلاء على الثورة من المشطاء العلمانيين وضباط الجيش المنشقين والمتمردين الإسلاميين الأكثر اعتدالاً المتمردون في تنظيم دولة العراق والشام وخارجه يقولون أنهم يعتقدون أن النظام استهدف في هجماته المجموعات غير المسلحة تاركاً دولة العراق والشام جانباً دون استهداف يقول أحد المنشقين عن دولة العراق والشام والذي أطلق على نفسه اسم مراد كنا واثقين أن النظام لن يستهدفنا ولهذا كنا ننام هانئين في قواعدنا وبالانتقال إلى موقع تلفزيون دويتش فيلا عربية الذي نشر مقالاً لإبراهيم محمد بعنوان السلام بعيد المنال عن سوريا رغم مؤتمر السلام قال فيه رغم مؤتمر جينيف 2 للسلام لا يمكن الحديث عن السلام في سوريا حالياً فالمؤتمر لن يتمكن من إيجاد حل سياسياً سريعاً للأزمة السورية بسبب الاختلافات العميقة بين مواقف الأطراف الرئيسية ومصالحها ميدانياً يستمر القتال بين الأطراف المتنازعة في سوريا رغم العقاد مؤتمر جينيف 2 ويقدر عدد جماعات المعارضة المسلحة بأكثر من 200 مجموعة هذه الجماعات لا تقاتل فقط ضد الجيش السوري وحلفائه بل ضد بعضها البعض كذلك وعليه يبدو أن فرصة تحقيق نصر عسكري من قبل أحد الأطراف على الأخرى شبه معدومة وبالنسبة لمؤتمر جينيف 2 للسلام فإن معظم الجماعات المسلحة لا تعطيه وزناً يذكر حتى أن بعض هذه الجماعات تعتبر المشاركة فيه خيانة وكأن هذه الانقسامات لا تكفي فالأسد وأعداؤه يعتمدون على دعم خارجي وراءه تحقيق مصالح الأطراف المعنية بالنسبة للمجموعات المسلحة فهي تحصل على دعم عسكري ومالي ولوجستي من السعودية وقطر ودول عربية نفطية أخرى بمساعدة الحكومة التركية أما بالنسبة للنظام فإنه يحظى بدعم مالي وعسكري من قبل روسيا وإيران إن اعتماد أطراف النزاع على الدعم الخارجي يعيق الوصول إلى وقف لإطلاق النار فيما يتعلق بمؤتمر السلام جينيف 2 فإن إيران لن تحضره وفي الوقت الذي رحبت فيه كل من واشنطن وباريس بإلغاء الدعوة الموجهة إلى إيران من قبل الأمم المتحدة وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هذه الخطوة بالخطأ الذي لا يغتفر بالإضافة إلى هذا الوضع المعقد على الصعيد الدولي هناك الخلافات الشديدة بين أطراف النزاع الفعلية بعد قراره بالمشاركة في جينيف 2 للسلام قال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة إن الهدف الوحيد من المشاركة هو إسقاط الأسد وتقديمه للعدالة أما الأسد فوصف في مقابلة مع وكلة الصحافة الفرنسية مطالب المعارضة بالمشاركة في حكومة انتقالية بأنه نوع من النكتة والمزاح إن استمرار المعارك وانقسام المعارضة وتمسك الأسد بالسلطة والخلافات العميقة بين أهم اللاعبين الإقليميين والدوليين ستمنع تحقيق نقلة نوعية على طريق الحل السياسي غير أن المحادثات التي سيشهدها المؤتمر يمكن أن تشكل خطوة صغيرة باتجاه الحل وفي كل الأحوال فإن الشيء المهم أولا هو جلوس مختلف أطراف النزاع على طاولة المفاوضات وبدء المحادثات بينهم مشاهدين الكرام نشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية مقالا بعنوان مستقبل سوريا في متاهة جينيف قالت فيه قبل أيام من انعقاد مؤتمر جينيف الثاني ليس واضحا بعد للمستضيفين كم كرسيا ينبغي لهم أن يعدوا ولمن فهل سيأخذ الائتلاف الوطني السوري ذلك الجسم المعقد الذي يضم تحت جناحيه معظم فصائل المعارضة السياسية للتحذيرات الأمريكية ويحترم من دوبه حضور المؤتمر؟ تقرر وولد سريت جورنال هذا الأسبوع عن لقاءات أجرها رجال الاستخبارات الأمريكيين مع كبار مسؤولي نظام الأسد يعزز فقط تقارير سابقة نشرها رجال المعارضة عن التغيير الذي طرأ على السياسة الأمريكية في صالح الأسد في الخطاب الدبلوماسي نشأ الآن تعبير جديد قديم الحرب ضد الإرهاب الذي يعني تفضيل التصدي للمنظمات المتطرفة على الكفاح ضد النظام وتضيف الصحيفة الشرط المركزي الذي تقرر في ذلك المؤتمر هو نقل الحكم من الأسد ولكن على تفسيره تنقسم روسيا والولايات المتحدة ويبدو أن واشنطن التي تفحص الآن إيران عبر الاتفاق المرحلي في مسألة نووي كفيلة بأن تتراجع عن هذا الشرط أيضا وذلك لأنه إذا ما شاركت إيران فسيكون هذا حسب شروطها وإذا لم تشارك فيمكنها أن تعرقل من الخارج الاتفاق الذي سيتحقق إذا ما تحقق وهكذا فإن إيران ستكسب في كل الأحوال الأسد هو الآخر ليس معفيا من الترددات فالتعبير الذي يكثر من استخدامه وزير إعلامه عمران الزعب هو إرادة الشعب ويتناول هذا التعبير مسألة الترشيح المحتمل للرئيس في الانتخابات القادمة إرادة الشعب هي إرادة الأسد ومسألة الانتخابات تضع أمامه معضلة صعبة فالولايات المتحدة ستطلب أن لا يتنافس الأسد في الانتخابات للرئاسة وأنه في نهاية الفترة الانتقالية التي عليها أيضا ينبغي الاتفاق سيختفي عن المشهد السياسي الأسد، إيران وروسيا يرفضون هذا الشرط الذي تتمسك به أجزاء من المعارضة السورية آخرون سيطالبون أن لا يرحل الأسد فورا وهكذا يتبين فجأة للمعارضة السياسية والعسكرية للأسد بأنها ليست بعد المسؤولة عن المسار السياسي الداخلي والخارجي وأن الإسلاميين والقاعدة بالذات هم الذين سيملون النتائج تهديد القاعدة بعدم المشاركة في المؤتمر لنزع الشرعية عنه يبدو في هذه اللحظة هو الوسيلة الوحيدة المتبقية لها كي تحاول إنجازا سياسيا غير أن هذا التهديد يبدو بائسا وتعيسا في ضوء تصميم القوى العظمى على منع تحول سوريا إلى دولة لمنظمات الإرهاب وبالانتقال إلى صحيفة الحياة كتب إلياس حرفوش مقالا تحت عنوان جينيف بلا نتيجة بإيران أو من دونها قال فيه لم يعد مهما أن يعقد مؤتمر جينيف أو أن لا يعقد وسواء أخطأ بن كيمون بدعوة الإيرانيين إلى هذا المؤتمر أم أنها كانت زلة مقصودة الهدف منها تفجير المؤتمر قبل انعقاده فإن نتيجة جينيف اثنين واضحة إنه مؤتمر بلا نتيجة فللذين كانوا يؤملون بقرارات إيجابية تخرج عن هذا المؤتمر الذي يفترض مبدئيا أن يبدأ مشواره غدا من مدينة مونترو السويسرية أصدر رئيس النظام السوري قرارات المؤتمر قبل انعقاده إذا كنتم تذهبون إلى جينيف لتشكيل هيئة حكم انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة فإنكم تحلمون المهمة الوحيدة التي يجب أن يحققها هذا المؤتمر هي القضاء على الإرهاب هكذا إذن الرئيس الذي ابتدع نظرية تجفي في المستنقعات للقضاء على الجرافيم لا يجد في سوريا اليوم بعد ثلاث سنوات على الكارثة التي حلت في بلده بسبب ارتكابات أجهزته والميليشيات التي تعمل عنده لا يجد سوى إرهابيين لا بد له من القضاء عليهم قبل أن يتمكن نظامه من تحقيق الاستقرار للسوريين لم يكن هناك إرهابيون في سوريا في مارس آذار 2011 ولذلك كان لابد من اختراعهم لتصبح نظرية الرئيس الطبيب الخبير في مكافحة الجراثيم ممكنة كان لابد من تصعيد القتل ونشر المجازر في المدن لاستدراج ردود الفعل العنيفة من بعض أجنحة المعارضة كان لابد أيضا من تعزيز المناخ المذهبي من خلال تحريض الطوائف على بعضها وابتداع نظرية حلف الأقليات لاستدراج كل التنظيمات التكفيرية إلى سوريا وكان لابد كذلك من فتح السجون التي تستضيف المعتقلين من خريج التنظيمات الإسلامية المتطرفة والذين يمثلون جيش الاحتياط الذي يحتاجه النظام ليدعم به نظرية محاربة الإرهاب لم يعد مهما البحث في مسألة دعوة إيران أو حضورها أو تغيوبها عن مؤتمر جينيف المسألة ليست هنا المسألة تتعلق بالدور الذي يمكن أن تلعبه إيران ومثلها موسكو للضغط على رأس النظام السوري ليفتح الطريق أمام تسوية سياسية تجنب سوريا والمنطقة المزيد من التشرضم والكوارث فلو كانت روسيا وإيران جاهزتين للعب هذا الدور لما كنا نسمع التصريحات التي نسمعها من سيرجي لفروف ومحمد جواد ظريف وزيري خارجية البلدين من ضرورة استبعاد الشروط المسبقة عند الدعوة إلى مؤتمر جينيف ذلك أن الالتزام لبيان جينيف واحد لا يعد شرطا مسبقا بل هو الأساس الذي يبنى عليه المؤتمر الحالي ولو كانت هذه النية الدولية موجودة لكانت الأزمة السورية انتهت منذ زمن طويل ولما كانت هناك حاجة لمؤتمرات لإنقاذ السوريين من النظام الذي يتحكم بهم مشاهدين الكرام ننتقل إلى صحيفة القدس العربي التي نشرت بقالا بعنوان المسلخ السوري وشراكة العالم في الجريمة قالت فيه فبادلوا وزراء خارجية ومسؤولون عالميون التعليق على قضية الصور المسربة من سوريا التي توثق اغتيال وتعذيب وتجويع أحد عشر ألف معتقل سوري بطريقة التقليدية التي اعتادوا التصريح بها غير أن أبلغ التصريحات التي تشرح ردود فعل العالم الحقيقية على المذبحة السورية الممنهجة جاءت برئيس البرلمان التركي جميل تشيك الذي قال إن العالم المتحضر يشاهد ما يحدث من أعمال عنف ووحشية وكأنه يتابع مباراة لكرة القدم استنتجا أن هذا العالم المتحضر لا يهمه القتل وإنما تهمه الطريقة التي يقتل بها الناس فلقد أصدر المجتمع الدولي بعد استخدام الكيميائي أوامر بعدم استخدام تلك الأسلحة وكأنه يقول لهم اقتلوهم بأي شيء آخر إلا الأسلحة الكيميائية لا نصدق بأن بانكيمون وميليام هيك وسيرجي لافروب لا يعرفون ما يجري في المسلخ السوري وهم لذلك مثلهم مثل الوفد السوري إلى جينيف الثنين والذي اختير لأن أيدي أفراده لم تتلطخ بالدماء كلهم مشاركون بطريقة أو بأخرى في استمرار هذه المجزرة الواسعة فلنعترف إذن أن تجويع وتعذيب أحد عشر ألف معتقل سوري ثم قتلهم خنقا بالحبال والأسلاك والأيدي لتوفير الأسلاك ربما أو لتوفير متعة أكبر للجلادين بالقتل أمر لا يهم أمر لا يهم العالم المتحضر كفاية ليتحرك لمنع المجزرة وأن على ألاف المعتقلين الآخرين أن يودعوا العالم بالطريقة نفسها وأن لا ينتظر عونا من أحد سوى من ربهم الذي أسلموا جوارحهم إليه بعد أن أغلقت عليهم الزنادين وصلت عليهم نظام زبانيته ومجرميه يتشارك الساسة مع وسائل الإعلام في لعبة تحقير الضحايا بإشغال الجمهور بالتفاصيل والتذاكي المبالغ فيه حول من مول التقرير وحول توقيته وحول ضرورة التركيز على الحاضر إلى آخره ناسجنا بذلك حبلا ضخما من الله يعيد خنق الضحايا مرة أخرى ويدفن إنسانيتنا معهم في قبورهم المجهولة المكان إصدار التقرير والصور هو الوسيلة الوحيدة التي يشير فيها المقتلون إلى قتلتهم وهرب عنصر الشرطة العسكرية بضميره المثقل بمشاهد المسلخ السوري المروعة لتوثيق جرائمهم جرائم مصنع القتل الكبير الذي بناه النظام السوري لتهشيم إنسانيتنا هو النافذة الممكنة التي يمكن لأرواح القتل الممزقة أن تلاقي أرواحنا المتوجعة وتلأم إحساسنا اليائسة بقدرة البشرية على الفعل ما نحتاج إليه حتى لو لم يتحرك العالم لإنقاذ السوريين هو أن يقال للمجرم أنه سيحاسب إذا ثبتت الجريمة وأي شيء أقل من ذلك لا يعد أن يكون تمويها ومشاركة في الجريمة نفسها لا يجب السماح لألعاب السياسة والإعلام بانتهاك أرواح ضحايا من جديد ولا للمجرم أن ينجو بفعلته المرة تلو المرة من العقاب وبالانتقال إلى موقع هابرلار الإلكتروني الذي نشر بيانا للإسكوا بعنوان استمرار الأزمة السورية يعني أن ستة آلاف شخص سيموتون كل شهر جاء فيه أوضح بيان صادر عن خبراء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة الإسكوا بعد اجتماعات عقدها في اليومين الماضيين خبراء في الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا وهو مشروع يسعى لوضع سياسات لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية لسوريا في فترة ما بعد الأزمة أن سوريا خسرت سبعا وثلاثين عاما من التنمية وتراجع تصنيفها في جميع المؤشرات التنموية لتحتل المركز قبل الأخير عربيا وبحسب الخبراء فإن آخر التقديرات تشر إلى أن استمرار هذه الأزمة يعني فيما يعني أن ستة آلاف شخص سيموتون كل شهر ولفت إلى أن الفرصة لم تفت بعد وأن هناك إمكانية للبدء بعملية بناء سوريا جديدة قائمة على الحوكمة الرشيدة والمؤسسات الديمقراطية وذلك إذا ما نجحت المساعي السياسية الجارية حاليا للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة عبر مصالحة وطنية تاريخية ويوقف أسوأ كارثة إنسانية مرت بها سوريا عبر التاريخ وقال البيان البلد الذي زرع القمح قبل 12 ألف سنة يعجز ربع سكانه حاليا على تأمين رغيف الخبز وكل يوم إضافي في هذه الأزمة يعني خسرة 109 مليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي ويعني المزيد من التراجع وصعوبة إمكانية إعادة البناء وأشار الخبراء إلى أن الأزمة السورية تسببت بتسرب نسبة 38% من الطلاب من العملية التعليمية ووصول البطالة إلى 42% لافتنا إلى أن سوريا تخسر 10 ملايين ليرة سوريا في كل دقيقة فيما يهجر 300 شخص من بيوتهم كل ساعة وأوضحت الأسكوا أن 9000 شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى وأن 2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم فيما يخسر عشرة ألاف شخص عملهم كل أسبوع وتتراجع سوريا ثمانية سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية وبالانتقال إلى صحيفة زمان الوصل حيث كتب محمد يحيى الشخص مقالا بعنوان الدب الروسي ولباس الحمل قال فيه لبس الدب الروسي المفترس لباس الحمل وراح يناشد من يؤثر على المعارضة لفتح معابر لإدخال المواد الغذائية للمناطق المحاصرة هذا فوق المستعار الذي لبسه لم يستر عورته أمام السوريين وحتى العالم غير السياسي فما ظهر منها كثير وأهمه الدب يتباكى على المحاصرين وكأن الحصار ليس من قبل شريكه في الإجرام النظام الفاشستي وليس بعلم هذا الدب المحول لحامل أيضا وربما بتخطيطه أيضا كما علمه خطط لتدمير المدن كما فعل بغروزني وهذا الثوب المستعار ظهر من تحته تكثيف شحنات السلاح إلى القتلة فماذا يعني هذا؟ يعني لا تريد حلا من خلال جينيف 2 إلا بشروطها هي والعصابة وإلا ألزمت قاتل الأطفال والشعب تنفيذ بنود جينيف 1 أيضا أن روسيا تتحمل مع النظام وعصابات إيران مسؤولية ما يجري في جميع المناطق المحاصرة من الموت جوعا وأي كلام غير هذا هو كذب وتجيل وضحك على شعوبهم أولا وعلى شعوب العالم لا على حكوماته بل الجميع أصبح مكشوف العورة كما الدب الروسي فقد فضحت الجميع الثورة السورية المباركة فالعار على روسيا والأنظمة الغربية التي لم تتحرك لموت الأطفال بالبراميل والصواريخ والآن من الجوع إن ثوب الحمل لا يسر عورة الضغمة الإرهابية في موسكو فهذه وكالة رويترز تنشر تقريرا مفصلا عن تزايد شحنات السلاح الروسي المتطور إلى قوات النظام مشرة إلى وصول طائرات شحن أنتونوف وهي تحمل عربات مصفحة ورادارات وأجهزة تجسس وطائرات بلا طيار وصواريخ موجهة جو أرض وكتبت أيضا أن هناك مستشارين وخبراء استخبارات يساعدون قوات النظام في تحديد مواقع الثوار وقطفها بدقة هل تلك الأسلحة للعرض فقط؟ أم للقتل والتدمير؟ هل تلك الأسلحة للحل السلمي؟ أم للحل العسكري الذي يقضي على البشر والشجر والحجر؟ ألم يشبع القادة في موسكو من دماء السوريين؟ إنما قدمته موسكو لبشار لقتل الشعب السوري لم تقدر عشرة أعشاره لدما كانت الحرب مع الصهيوني إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة